أهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من بودكاست خانة اليك حزب النور موجود في الحياة سياسية في مصر من 2011 ولو دور فاعل ومؤسر محدش يقدر ينكره علاقة حزب النور والدعوة السلفية من جانب مع جماعة الإخوان المسلمين من جانب تاني علاقة معقدة شوية وفيها تفاصيل كتير وحصل فيها صعود وهبوط مع الظروف والأحداث اللي كانت بتحصل في مصر في حلقة النهاردة هنعرف كواليس مهمة عن مواقف حزب النور السياسية من قبل وصول الإخوان المسلمين للحكم لغاية ما بعد بيان عزل مرسي في 3-7-2013 هنعرف الكواليس دي من ضفنا الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور الحالي ورئيس حزب النور وقت ثورة 30 يون أهلا وسهلا بحضرتك دكتور يونس مشرفنا النهاردة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا عايز أبدأ مع حضرتك من العلاقة بشكل عام ما بين الإخوان وحزب النور ودعوة السلفية في محللين بيقولوا إن السلفيين بيبصوا على الإخوان إنهم لا يمثلوا الدين الصحيح وإن هما بيستغلوا الدين لأغراض سياسية والوصول للحكم فقط وفي محللين بيقولوا إن الإخوان بيبصوا على السلفيين إن هما متشددين دينياً وما عندهمش خبرة في العمل السياسي هل نقدر نقول إن كان فيه صراع خفي بين السلفيين والدعوة السلفية وحزب النور من جانب والإخوان المسلمين من جانب آخر على الرغم إن كان فيه تحالف معلن في بعض الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم هو علاقيتنا مع الإخوان هبدأ من قبل صورة 25 يناير إن كان فيه خلاف جوهري في المنهج بيننا وبينهم وهذا الخلاف كان يتمثل فيه عدة نقاط وهو عدم اهتمام الإخوان من مسألة العلم واهتمامهم أكتر من ناحية الحركية ودي يعني إشكالية كبيرة جداً وكذلك مبدأ إن الغاية تبرد الوسيلة يضاف إلى ذلك الأخطاء اللي كانوا أخطأوها فيه مسلك الصدام إن عندهم الفكر الإيه؟ دايماً الميل إلى الصدام واستخدام العنف سواء العنف الجسدي أو العنف القولي أو المهم عندهم فكرة الصدام مع الأنظمة ومع الحكومات وكذلك مع المجتمع وطبعاً كان فيه فصيل منهم يعتبنى الفكر القمبي اللي هو فيه جزء كبير من التكفير نبرة التكفير ونبرة العزلة وعملية الاستعلاء عن المجتمع فوقية أي ونبرة التكفير الاستعلاء الإيماني والعزلة الشعورية واستاذية العالم يضاف إلى ذلك مسألة البيعة السمع والطاعة المطلقة وطبعاً دي مش موجودة عندنا كسلفيين كنت متخينة سمع والطاعة موجود برضو في الطائرة السلفي لا هم عندهم البيعة البيعة ديت يعني سمع والطاعة مطلقة مطلقة يعني لا نقاش طبعاً إحنا عندنا البيعة ديت في الإسلام لا تكون إلا الخليفة خليفة المسلمين أما غير ذلك لا يوجد شيء اسمه بيعة ممكن يكون فيه نوع مؤسسي فيه نوع من الترتيب في العمل وأي عمل عشان حتى يكون نجاحاً لابد يكون فيه نوع من الترتيب وتوزيع الأدوار اي إنما مسألة إن بيكون فيه بيع أو سمع وطاعة مطلقة ده مش موجود عندنا وده يفسر هو مسألة سير الأتباع خلف القيادة سير أعمى بلا تفكير واتباع التعليمات حتى لو كانت خطأ وربما اليوم يأمرهم كده يمين تاني يأمرهم شمال وهم يتبعون دون تفكير لا إحنا عندنا كفكر سرفي أو دعوة سلفية عندنا كل شيء لابد يكون عليه دليل حتى لو كلفت ناس بتكليف إيه دليله من الكتاب والسنة فيش حادث ما تقديس الأشخاص أو إن أنا أسمع الكلام كده دون بيّنة أو دون دليل كده غير موجود عندنا على الإطلاق أنا عايز أعطى لك ثانية تعليقاً على كلام حضرتك أنا فلاحظ دايماً إن قيادات الطيار السلفي والدعوة السلفية بتبرر أو بتوضح طريقها أو توجيهها للقواعد السلفية من خلال زي محرك بتقول الكتاب والسنة والتبرير المنطقي نعم مزبوط مزبوط أي خطوة لذلك حتى ولما دخلنا المجال السياسي ما من خطوة أو قرار أو موقف إلا وهو مبني على أدلة شرعية من ضلطة وده اللي كان السبب نجحنا في المجال السياسي إننا مسألة التكفير والتفجير واستخدام العنف ده خط أحمر عندنا ده ممنوع كذلك إحنا دخلنا المجال السياسي كسلفيين أو حزب النور إننا جزء من الكل ولسنا الكل في الكل وإننا ليس عندنا فكرة الاستحواذ على المشهد أو إخصاء الآخرين لا يعني نتعاون مع الجميع وفي أرضية مشتركة بيننا وبين القوى الموجودة على الساحة لابد أن نتعاون فيما بيننا ودخلنا المجال السياسي بهذه الروح هما كان يعني دخلوا بفكرة الهيمنة والاستحواذ بدليل إنهما كانوا عاهدونا إنهما لن يتقدموا مرشح رئاسي لمدة دورتين وأعلن ذلك المرشد العام في الإعلام وأكد على ذلك أننا لن نتقدم بمرشح رئاسي بس غير الإعلام يا دكتور ياسر تعهدو لكم كحزب النور تعهدو لكم شخصيا شخصيا أيو نعم نعم حزب النور إننا لن نتقدم بمرشح رئاسي لمدة فترة وكان متوافقين معنا وإحنا كان موقفنا إنه يعني خطأ كارثي إن حد يتقدم للرئاسة يكون ينتمي لطيار سياسي طيار إسلامي السبب إن الوضع الإقليمي ولا الداخلي ولا العالمي يستوعب ذلك يضاف إلى ذلك إنه حيكون في نوع من الاستقطاب في الشارع استقطاب وإحنا كنا عايزين نبعد عن أي صورة من صورة استقطاب عايزين نكون في نوع من التوافق كان رأينا إن يكون الرئيس القادم رئيس توافقي تتوافق عليه جميع القوى السياسية من ناحب بعد صورة نحتاج إلى تجميع الناس وعدم تفريقهم إلى أحزاب وشيع ومتناحرة ويكون فيه يعني نوع من الاحتراب الداخلي طب لما الإخوان غيروا هذا الكلام نعم وأعلنوا ترشيح خيرة الشاطر تلقيتوا هذا الكلام إزاي؟ إحنا صراحة استغربنا لأن المرشد أكد ذلك في الإعلام نحن لن نتقدم من مرشح رئاسي وأكدوا خيرة الشاطر وموجودة عليه تيوب نحن لن نتقدم من مرشح رئاسي لأن الوضع لا يحتمل وكذا ونفس المبررات ودكتور سعد الأكتاتني أعلن ذلك أيضا في الإعلام أكد نحن لن نتقدم من مرشح رئاسي إيه اللي حصل بعد كده من عرفش في الكواليس؟ إيه غير رأيون فجأة وتقدموا بخيرة الشاطر أولا ثم بمحمد مرشي ثانيا إحنا اعتردنا على ذلك اعتردنا شديدا في الصحافة اتقال لما الواحد رجع لوقتها إن حصل اجتماع بين حضرتك وده منشور في الصحف حضرتك والشيخ ياسر برهامي والمهندس جلال المرة من جهة مع خيرة الشاطر ومحمود غزلان وعصام الحداد في يونيو 2012 قبل جولة الإعادة مع الفريق أحمد شفيد وحصل اتفاق أو صفقة سياسية بموجبها يتم دعم محمد مرسي من قبل حزب النور والدعوة السلفية مقابل ثلاث حاجات حضرتكو طلطوها إن محمد مرسي برئيس لكل المصريين ما يوصش لجماعته بس بفيه فريق رياسي من أطياف سياسية مختلفة وتشكيل حكومة اقتلافية أو تكنقراط ممكن حضرتك تقول لنا كواليس الاجتماع والالتفاق دا كلام دا صحيح صحيح مئة في المئة إن احنا لما حصل الإعادة بين دكتور محمد مرسي واللي هو أحمد شفيق والفريق أحمد شفيق فكان شي طبيعي إن احنا ايه احنا يعني اشترطنا في أي واحد مرشح رئاسي إن يكون له يعني توجه إسلامي أو خلفية إسلامية طلبنا طلبات وفعلا جلسنا مع مكتب الإشهاد وانا كنت حاضر هذا الاجتماع إن احنا هندعم محمد مرسي ولكن بشرطة زي الطلبات اللي حضرتك ذكرتها ديت إن يكون رئيسا لكل المصريين ما يكونش رئيسا للإخوان إن يكون الحكومة يعني تكنقراط إن يكون الفريق الرئاسي يعني فريق يشمل جميع الأطياف إن يكون فيه نوع بالمشاركة الحقيقية وعدم استئثار بالإيه أو انفراد بمسألة الحكم طيب دكتور يونيس دي الطلبات نعم كنتوا شايفين إن هتتنفذ من جانب الإخوان ولا كنتوا شكين إن هينفذوا عدوه أولا يعني الغيب لإعلامه لله ولكن هما أنا بتكلم عن الطاقة هما تعهدوا بذلك وإحنا لا نملك إلا الظاهر وعادون وعود كثيرة وبعدين فعلا إحنا دعمنا محمد مرسي بمنتهى القوة والتواصل كان مستمرا التواصل في عصد حالك فترة الانتخابات فترة الانتخابات التنسيق بقى في التصويت وكلام طبعا شيء طبيعي بعد ما دكتور نحن مرسي حلف اليمين قطعوا التواصل تماما الإخوان حتى الترفونات ما كانواش بردوا عليها وتجهلونا تماما بعد إيه ما حلف محمد مرسي اليمين بقى الشيكتور نحن حكس سؤال نعم ما بيحرجوش يعني حتى إنسانيا أو سياسيا إن النهاردة محتاجك فينسق ويبقى على تواصل والحجد والدعم وبعدين أول ما يكسب خلاص بقى إحنا ما نعرفش الناس الكلام ده ما مولوش معنا الوحدين عملوا مع كله مع كله ما هو إيه بعد ما كان عايزنا قبل كده قبل الانتخابات في الإعادة يعني في الإعادة كان خلاص هو ضمننا إن إحنا معه فعمل اجتماع في فوند وفيرمونت ودع ليه كل الأحزاب آه ده الاجتماع الشهير الشهير واسمه اجتماع فيرمونت أيه أيه الليبرالية والعالمانية وما دعناش إحنا وبرضا عطالهم عهود وعهود كثيرة جدا لم ينفذ منها شيء بعد ذلك آه أخي بفهم مش معنا بس مع كل الطوائف وعد ولم يوفي وده طبعا أفقده السقة الناس فقدوا السقة فيهم إيه تماما حتى مرة كنا إحنا في اللقاء مع المدلس العسكري والقوى السياسية وهم ما حضروش فحصل النقاش فمن ضمن الكلام القوى السياسية قالوا إحنا كحزب النور إحنا نصق فيكم تماما مع اختلافنا معاكم عليش مين اللي بيقول نصق مين اللي يصق في مين هم اللي هو جابة الإنقاذ آه والقوى الليبرالية وغير بتقول على الحزب النور آه يقولوا إحنا ما اختلافنا معاكم ولكن احنا ننصق فيكم انتم نصوات حين انتم نصوات حين وانتم على الهوى مباشر من نفس اللفظ أما الإخوان لا نصق فيهم أبدا من هنا رأيت هنا آه يعني يتفقوا معنا دهر المغني بكل الكلام إيه مضغير ودي مشكلة كبيرة جدا وإحنا أكبر مكسب كسبناه في العمل السياسي ان احنا بفضله سبحانه وتعالى يعني حزن على المصدقية الناس لم يعني كان لنا مصدقية مع الناس كلها وكان كل الناس يتعمل معنا بثقة كاملة ولن نفقد مصدقيتنا مع الناس ودي أكبر مكسب نعتبر ان احنا خدناه في العمل السياسي والسبب في ذلك ان احنا تعاملنا بأخلاق الإسلام عندنا الأخلاق لا تتجزأ أبدا سواء في السياسة وغير السياسة نتعامل معها بأخلاق الإسلام بالوفاء بالواحد والوفاء بالعهد ويعني عملية المشاركة نحن نشارك الجميع ونبذي العنف ونبذي الصدام نبذي الحكم على الآخرين والتكفير والتفجير طيب دكتور يونيس بعد إذن حدراك دينيا بقى دينيا مش سياسيا حضراتكم في الدعوة السلافية كنتوا بتشوفوا منهج الإخوان في عدم الوفاء بالعهود وفي الخداع وفي الكذب دينيا كنتوا بتشوفوه يعني ممكن يبقى مباح عشان السياسة ولا ما ينفعش ما ينفعش احنا من نسبة لنا ما ينفعش طبعا الكذب كذب وخول في الوعد وخول في الوعد اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يافي بالوعد حتى مع الكفار ويافي بالعهد حتى مع الكفار والله سبحانه وتعالى قال ذلك أنا بسأل حالك ليه لأن الإخوان عندهم الطاقية فكرة الطاقية شبه الشيعة إنه هو يبرر الموقف يقول عشان الهدف الأكبر أجذب عشان الهدف أكبر الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا ده مبدأ متفين ليه الغاية لا تبرر الوسيلة وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يافي بالوعد حتى مع الكفار والله سبحانه وتعالى قال وإما تخفن من قوم خيانة فانبئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين حتى الخيانة مع الكفار الله عز وجل نهى عنها المسلم تعمل بأخلاق الإسلام وإخلاق الإسلام انتشر الإسلام الناس رأوا الإسلام وخلق الإسلام من كنش أنا داخل مجال السياسي باسم الإسلام والإسلام هو الحل ثم أفعالي وأعمالي مخالفة ومناقضة تماما لما أدعو لي كيف أحوز على ثقة الناس وكيف أن أنا أدعو الناس وكيف الناس تصق فيه منهدي ودي المشكلة الكبيرة اللي وقع فالإخوان أوقعونا فيها أفقدوا الناس في المسروع الإسلامي الثقة في المسروع الإسلامي هنجلنها دي يا دكتور يونس وحكلم عليك عليها نعم بس أنا عايز أنتقل مع حضرتك ل27 أغسطس 2012 تاريخ تعيين دكتور عمالي عبدالغافور مساعد لرئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي نعم وكان وقتها في حزب النور قبل ما أنتقل إلى حزب الوطن كان رئيس حزب النور نعم أعايز أعرف من حضرتك أسرار التعيين ده بمعنى هل تم اختيار الدكتور عمالي بشخصه ولا تم الرجوع لحزب النور وقالوا لكو رشحوا لنا مساعد لرئيس الجمهورية هما يمية طبعا هما يعني غالبا ما كانوش باستشيره كانوش باستشيره ولكن شيء طبيعي بحكم منصبه كرئيس لحزب النور أن يتم ايه يتم اختياره ولكن يعني الكواليس أن كان هما يعدون لتكوين حزبه آخر اسمه حزب وطن الوطن الوطن بقيادة الدكتور عمالي عبدالغافور ليكون بديلا عن حزب النور بدليل أن بعد ما راحوا أتباع الدكتور عماد وسيطروا على المقر حزب النور في المعادي في المعادي بعدها بربع ساعة عذرهم حازم صلاح أو اسماعيل في المقر يعني أصدر حضرتك أن تعيين الدكتور عماد كان مرتبط بفكرة إيجاد بديل لحزب النور من خلال حزب الوطن أنه هيتعين مساعد رئيس الجمهورية وبعد كده يكون حزب الوطن أي دي كلها كانت ناشى في مصار واحد كانت كلها ماشية في مصار واحد ولكن الحمد لله بسبب تماسك عندنا للحزب وفهم المنهج وكده تخطينا هذه الأزمة بدون أي خسائر مفرد الله سبحانه وتعالى بدون أي خسائر وبدون أي صدمات ودعينا الجمعية عمومية وتم اختيار بالتسكية خلف الدكتور عماد بدون حدوث أي خسائر أو أي صدمات ومحصلش صدام سياسي مع حزب الوطن لا 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 أبدا طيب حداك عندك فكرة دكتور عماد كان له دور تنفيذي في الرئاسة ولا هو مجرد منصب يعني اسما كده وفي الإعلام لكن حقيقة مفيش مذكرات عرض مفيش ورق مفيش شغل هما كلهم ما كانش لهم أي دور ما كانش ليهم دور لا كان الأول بادس معهم الدكتور محمد مرسي بعد كده النائب بتاعه بعد جاء نائب النائب بعد مش كيرا مين واحد بعد جاء موظف في الرئاسة بعد كده إهمال كامل وده كان السبب إن كثير من المستشارين قدموا لي استقالاتهم يعني ما كانش ليهم دور حقيقي طيب عايز أروح مع حضرتك على 22 نوفمبر 2012 وإصدار الإعلان الدستوري اللي كان يعني بمثابة قنبلة سياسية في مصر وحصل اعتراضات كبيرة جدا من القوى المدنية وتم تشكيل جابة الإنقاذ بناء على الإعلان الدستوري إلا أصداره محمد مرسي عايز أعرف من حلقة بقى مش الموقف المعلن الموقف موقف حزب النور في الغرف المغلقة في التشاور داخل حزب النور شفتوا إزاي إصدار الإعلان الدستوري ده إحنا فوجئنا به ولكن الإخوان كان عندهم علم إن حيصدر مثل هذا الإعلان لأن يوميها الصبح أنا كنا في الجامعات التأساسية والدكتور محمد بلتاجي قال النهاردة حيصدر قرار خطير قاله كده قاله كده قاله كده في الجامعة التأساسية أه وقاله شخصية إن النهاردة فيه قرار حيطلع بل القواعد عندنا في البلد كانوا عارفين إن فيه النهاردة فيه شيء هيحصل قواعد السلفية لا القواعد تحت الإخوانية يعني استعدوا أن فيه شيء حيحصل قرار خطير أو حدث خطير النهاردة حتى القواعد تحت الإخوان كانوا عارفين أن فيه حالة وفعلا فجئنا أن تقريبا من مغرب كده صدر الإعلان الدستوري ده كان صدمة للجميع لأنه كان فيه بنود بتحصن قرارات الرئيس الجمهورية بتحصن نحن طبعا اعترضنا على بندين منهم حاجات التحصين مش عارف البند التاني وطلعنا بيان بذلك الغريب في الأمر أنه طالع ما كانش حد حتى اللي في الرئاسة ما يعرفوش ما عندهمش أي فكرة عن هذا الإعلان يعني ما حصلش أي تنسيق مع حزب النور لحضرتك المستشار القانوني اللي هو الميك المستشار أحمد ميك اللي كان المستشار القانوني وكان نائل رئيس الجمهورية نائل رئيس الجمهورية والمستشار القانوني جد الله ما كانوش بلغونا شخصيا إحنا لم نعلم أي شيء عن هذا الإعلان الدستوري طب ده له دلالة عن دكتور يونس هل الإخوان وقتها ما كانوش محتاجين الدعم السياسي السلفي للإعلان الدستوري عشان كده ما تكلموش معاكم ما هو دي عدم يعني إيه عدم تقدير المواقف ودي طبيعة الإخوان يعني عدم إدراكهم وعلموهم بطبيعة الأرض أو موازين القوى الموجودة وعدم دراسة جيدة للوضع ولذلك تجد قررتهم صادمة وغير مدروسة وأيامها يعني فيه واحد أحد السياسيين قال أنا عارف المواقفة تم إزاي إن القرار دي من مكتب الإرشاد وسلم للدكتور محمد مرسي ومجرد إن هو إيه أعلنه والمستشار أحمد مكي قال لنا شخصيا لما التقينا في حوار وطني أنا معلمش عنه أي شيء المستشار دي ظل أعلن في الإعلام لأنه لم أعلم أي شيء عن هذا ما عندنا المفروض إن المستشار القانوني يكون أول الناس معرفة بمثل ويكون هو اللي بشتغل وده اللي بشتغل ده شغله فإذا الموضوع ده أتى من خارج الدائرة الرسمية وأعلنه الدكتور محمد مرسي وهو اللي عمل فعلا إنشقاق وعمل إنسداد سياسي وهو اللي كان السبب في إنشاء وتكوين جبهة الإيه جبهة الإنقاذ في اللحظة دي بقى دكتور يونس في اللحظة دي هل فكرتوا تروحوا تخبطوا الباب على الإخوان على أقل من باب النصيحة لأن البلد بدأت تخش في حالة من عدم الاستقرار السياسي هل شفتوا أو أخدتوا خطوة إن انتوا تروحوا تتكلموا معهم يا جماعة أنتوا قلتوا مشاركة لمغالبة يا جماعة واحدة واحدة على البلد خدوا الأمور بهدوء ما تستعجلوش هل قدمتوا نصايح؟ ده إحنا خدنا خطوات وخطوات ونصايح ونصايح طب حكي لي عنها يا دكتور مرسي من ضمن مثلا إحنا كان فيه جلسة مع الدكتور محمد مرسي ساعتين ونص شخصيا شخصيا قصر الاتحادية أنا كنت قاعد جنبه كده على الوطيب والجلسة دي استمرت أربع ساعات ونص منهم ساعتين ونص الدكتور مرسي معانا وكان معانا دكتور اباكينام الشرقاوي والدكتور أيمن علي وكنت أنا والمهندس الجلال مرة أستاذ النائب بتاعي سيد مصطفى ونصحناه نصايح مباشرة يا دكتور محمد غير الدكتور رشام قندين رشام قندين رجل شخصيا محترم بس لازم يبقى فيه تغيير الناس بتطالب بالتغيير واصل الأمر أنه هم طلبوا بالتغيير حتى لو يكون دكتور محمد مرسي هو رئيس الوزراء بس يكون فيه أي لوم أنا لحلحت الموضوع حتى غير أربع وزراء فما فيش استجابة ما فيش استجابة يعني مش ما لا شام قندين ده إنسان كويس وبيصعى ساعة ستة الصبح يخلص شغل الساعة عشرة وكده طب بالنسبة للنائب العام فيه مشكلة في النائب العام نختار نائب عام توافقي وبالتفاوض بيننا من بعض وبعدين نتراحه بالصورة القانونية الدستورية بس يكون عليه توافق توافق سياسي الأول وبعد كده يكيف قانونيا يكيف قانونيا برضو ما فيش إيه ما فيش استجابة يعني كل اللي عرضناه ومن ضمن الكلام يا دكتور محمد مرسي يعني إحنا نخشى عدم التوفيق من الله بسبب نقض العهود وخلف الوعد إن أنتوا على طول نماشيين فيه وفي النهاية وعدنا إن إحنا إن أنا مبادرة حزب النور لأنه كنت أعلنتها في 29 واحد سنة 2013 هذه المبادرة لو كان الإخوان قبلوها كانت حلت كل الأزمات وهذه المبادرة كان فيها نصيحة لأن اللي حصل في الكواليس الدكتور محمد مرسي دعانا لحوار وطني وإنا لما أتخلف أنه أي حوار وطني من مرة في قصر للتحدي حضرت حوار الوطني من اللي حضر الأحزاب الإسلامية الجابة الإنقاذ مقطع الحوار هو قال لنا يا جماعة تواصلوا معهم أنا بتتواصلوا أم التلفون حاولوا تقنعهم إنهم يحضروا فأنا كنا عاملين نحن مبادرة في حزب النور فقلت طاول المبادرة ديات هنعلنها في الإعلام كل الأحزاب أعلنت مبادرات وفين أن أعلنت هذه المبادرة تاني يوم في الإعلام لقت قبولا كبيرا واتصرت بنا جابة الإنقاذ ورحتوا وعادت معهم عادت معهم بعديها عادتوا مع السيد عمرو موسى دكتور السيد البدوي كلهم السيد محمد سامي كلهم والسيد حمدين أنا فاكر كلهم مش كده ورحنا كان فيه جلسة مع جابة الإنقاذ ورحنا حزب الوسط ورحنا حزب التنمية بتاع الجماعة الإسلامية ورحنا للحزب الحرية والعدالة بتاع الإخوان عرضنا عشان نقشهم في المبادرة ايه أهم يعني المضمون الأساسي في المبادرة كان هناك المبادرة كان هناك حكومة ونائب عام أول شي تغيير الحكومة تكون حكومة وفقية وأنا قلت الكلام ده من دكتور محمد مورس يا دكتور أنا قاعد جنبه يا دكتور محمد شارك جابة الإنقاذ في الحكم معاك والله إذا كان فيه نجاح يكون النجاح للكل لو فيه فشل مش هتشده أنت الوحد ردك أنه يا دكتور محمد يعني الواضح أن القرار ما كانش في إيده ما كانش في إيده لا لا لأننا استشفيته من خلال التحتكاكات والتعملات أن رأيه لم يكن في إيده فالمهم أنه المبادرة علىها بتقول المبادرة الحكومة النائب العام يكون توافقي عشان كان فيه أزمة كبيرة جدا في القضاء أن يكون فيه حوار وطني حقيقي فيه مساق شرف إعلامي فيه مواد في الدستور مختلفة ممكن يعني نتوافق عليه ونتناقش فيها ولكن كل القوى السياسية تلقت هذه المبادرة بالقبول وروحنا زورناها وجابة الإنقاذ دعتنا أن إحنا نروح نزورهم وروحنا زورناهم باعتبار أن إحنا أصحاب المبادرة إحنا نروح للناس نعلم المبادرة وعملتوا بيان في الإعلام بعديها وعملنا بيان وطلعنا في الإعلام كماسية الإعلام موجودة بكسافة وطلعنا وأعلننا أن إحنا يعني يعرضنا المبادرة وحصل التوافق كذا كذا وبعد النقاط ما زالت محل محل البحث وعملنا مؤتمر صحفي قبل 30 ستة بحوالي 4-5 أيام في أحد الفنادق في الهرم وكانت المبادرة كالآتي المبادرة أن فيه انتخابات برلمانية بعد 3-4 شهور والدستور الجديد يعني حط فيه صلاحيات لرئيس الوزراء أكتر من رئيس الجمهورية وحيات رئيس وزراء جديد والناس اللي هتحكم من خلال سنضيق الإقتراع ونترك المدة محمد مرسي الغتما نتاهم مديته طبيعيا ونرفض النزول للشارع سواء من تمرض أو الإنقاذ أو من الإخوان للنزول الشارع مع ناس ضام مع ناس حتموت مع نحصل الاحتراب داخلي احنا نرفض أيض ضام بين أبناء الشعب الواحد طبعا إيزة رجع مع حضرتك مع علش للمبادرة حاجت كام على المبادرة ورفت جابة الإنقاذ وعمدت جولة في الأحزاب نعم وقفت فين المبادرة وقفت عند الإخوان الإخوان رفضوها تماما جاريت رفضوها بس ده التمون بالخيانة ونحن نرتمينا في أحضاء جابة الإنقاذ ونشطينا صف الصف الإسلامي وطبعا يعني سبه شتمه لعنه هجوم بطريقة بشعة في حين بقى المفاجأة بيهاجمونا علنا دكتور السيد بدأ ويمكن يكون سمعني بلغني أن ساعدت كتاتني راح للبيت وحصل اجتماع في البيت مع سيد البدوي وراح لمحمد محمد البردعي البيت واجتمع معاه يعني في حين أنه كان الهجوم علن علينا علشان المبادرة وجابة الإنقاذ قبلت هذين المبادرة ليه ما دخلتوش الناس كان بتقول وقتها دكتور يونس إن صاحب القرار واليد العليا في الإخوان هو خيرة الشاطر بفكرتوش تروح وتعودوا مع خيرة الشاطر وتوجهوا وتقولوا زي ما حداك قعدت كده مع محمد مرسي قعدنا معاه وكلمناه إيه اللي حصل بعيريت حاج تحكيني الحصل محمد مرسي صاحب قراره وأنا صراحة ما بعرفش قرار محمد مرسي من خلال الإعلام هو قال كده قال كده المحمد مرسي صاحب قراره وأنا ما بعرفش قرار مرسي إلا من خلال الإعلام يعني وإحنا كنا متأكدين هذا غير الواقع وغير الحقيقة تماما يعني كذب بيّن يعني الله أعلم بس هو ده اللي حصل أنا بحكي لك إيه اللي بيحصل وإنت وحضرتك المشاهدين يحكموا هو كان ده رده إن أنا قرارات محمد مرسي لا أعلامها إلا من خلال الإعلام لم يتجاوب معكم في حاجة في المبادرة أو في حالة الأمور لا 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 فيش أي أي تجاوب مرة ولذلك يعني هم لا يسمعون النصيحة إلا من أنفسهم يعني كان لنا جالسة سبتة مع حزب الحرية والعدالة الدكتور الكتاتني وحسين مهندس حسين إبراهيم محمد البلتاجي كل أسبوعين في مقر الحرية والعدالة اللي هو الشرع المنصور لخلف مجلس الشعب وكنا نصحوهم نصائح 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 وكان وجدنا في الآخر نستهلاك الوقت تضييع للإيه تضييع للوقت ما فيش أي استجابة وهم بيكونوا أغدين قرارات ويتفاوضوا ويتشاوروا بيعتبر أنهم يعني ناس إيه وراء الناس بتشاوروا وكده ولكن هو القرار اللي وغدينه هو اللي بيتنفس إيه تفسير حضرتك الدكتور إيه تفسير إن هم أفلوا دانهم وغموا عنيهم ومش شايفين حد لنفسهم هل ما كانوش شايفين الغضب اللي كان بدأ يتراكم في الشارع من الأمور العجيبة إن إحنا كان فيه جلسة معهم يوم 14 6 سنة 2013 اللي هو ما قبل 36 حوالي أسبوعين أي جلسنا كدعوة سلفية وحزب النور مع مكتب الإرشاد في الإسكندرية دالي كان في الإسكندرية إسكندرية ونصحناهم يا إخواننا الوعدي خطر 36 إحنا شايفين الوعدي خطر والبلد بتغلي وفي خطورة وبلاش تغير المحافظين الآن طيب كده بتحط البنزين على النار فكان الرد بتاعهم رد فعلا ومنتهى الغرابة كان ردهم لا 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 36 ده أمر عادي فأي مظاهراتها تنتهي وإحنا رصدنا الواقع اللي مضى مع جبهة اللي مع بتاع تمرد ليتجاوز 150 ألف اللي حيطلع منهم حوالي 15 ألف يوم 36 يا إخواننا إزاي إحنا شايفين غير كده الوضع غير كده قالوا لا لما إحنا يعني ما تشعزين منقشة موضوع الموضوع ده لا تلقوا له بالا هو موضوع بسيط ويوم هيعد زا أيه خلاص طبعا الصراحة تعجبنا من هذا الكلام وقلنا إما أن هم في حالة مغيبين مغيبين يا إما معلش يعني بيستعبطون مفيش حاج تالت مفيش تبسير تالت يعني مش صادقين بيقوللكوا إما كده إما المغيبين وكتبنا طلباتنا ديت ونصفة إحنا مكتوبة سأل منها لهم مكتوبة خلال نسخة عندنا عشان تكون شهيداً عليهم في نفس اليوم غيروا المحافظين كانت النتيجة مفيش محافظ داخل مكتبه تقريبا 17 محافظ ولا واحد داخل مكتبه واللي داخل مكتبه واللي طلع من الشباك واللي هرب ما دخلهوش تاني اللي إحنا توقعناه والدنيا ولعت أكتر الدكتور راغب السرجاني ده كان عنصر فعال في الإخوان قياد مخدر إخوان وكان بيحضر جميع مؤتمرات محمد مرسي لما حصلت الأحداث ربعة مش ربعة كتب مقالة متوافق معنا فيها تماماً ولا تحبون الناصحين كتب مقالة متوافق مع نفس الأفكار بتاعتنا عدم الصدام وعدم وعدم وكتب فات عدد الأخوان لسهو ما هجموه هجموه ده إحنا حصارنا حولي 600 بسط أو رد عليه ومنهم ما نكفره وشتموه وأطلقوا عليه أنه أنت اسمك راغب البرهامي نسبة لي فهو كتب مقالة ختم بالكلام أنا عندي استطاع أرد على كل اللي انتوا كتبتوه ولكن كان معنون ما قال إيه ولكن لا تحبون الإيه الناصحين هو لخص الموضوع في كل ولكن لا تحبون الناصحين دي حقيقة ومن يخلفهم هو عدو لهم ودي المشكلة ولو كانوا سمعوا النصيحة مبادرة اللي احنا تقدمنا بها وكمان بعد 36 لما شفنا الموضوع خلاص الموضوع واضح الناس كلها نزلت وملايين نزلت احنا شايفين بعنيننا مش مسألة مثلاً شو إعلامي لا احنا شايفين الفالحين عندنا نزلت فعندنا طلعنا مبادرة هليش سؤال الفلاحين نزلت في البلب اه احنا عندنا شارع المحاوسة في ضمانهور حارج عرم ضمانهور شارع المحاوسة حق السلام الشازلي الفلاحين طلعت بالجرارات بتاعت الزراعة دي تسدوا الشارع تسدوا من أوله إلى لأخ فتقدمنا مبادرة يوم 2-7 كان أهم باندي فيها أن محمد مرسي يدعو الانتخابات الرسالة والبطيرة فعليش دكتور يومس هنجلها أنا عشان ماشيين حنيجي بتسلسل الأحداث بس أنا عندي سؤال هنا هل الحلقة شايف إنه قدر الله لمصر قدر يعني قدر الله لمصر إنه يعمي الإخوان يجوا للحكم الأول ويعميهم فالناس تشوفهم على حقيقتهم وتمشيهم هل ممكن يكون يعني ناموس الله في الكون من ضمن ناموس الله في الكون ده يحصل في مصر أنا شحسين عن تقدير الشخص هو كده لأنه لكل بقدر الله سبحانه وتعالى إنهما لو كانوا خدوا بهذه النصائح كانوا حيظروا في الحكم حتى يوم تلاتة سابعة كان دكتور سعد الكتاتني ليه كرسي مزبوط ليه كرسي ولو كان حضر يوم تلاتة سابعة لم يتم حل الإخوان ولا اعتقال أي حد ولا أي شيء لو كان الإخوان كانوا حضروا كان حيكون لهم دور مكان بعد ذلك إنما الأسف هما يقبلون الحلول بعد فوات الأوان ودي برضو من عدم البصيرة من عدم البصيرة ما تعرفش شايفين المشهد عدم توفيق من الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مبعولا نعم وهم لو كانوا فعلا صادقين معنا ومع الناس وفعلا طبقوا الإسلام في التعامل والقواعد الشرعية عند اتخاذ القرارات لم يقعوا في هذه الأخطاء لا يمكن ولكن هذه الأخطاء كان السبب عدم هو تخليم عن الضوابط الشرعية وعن الرجوع إلى الأدلة وعدم سماع النصيحة وحب الاستحواز وإخصاء الآخرية إحنا كان مبدانا أن إحنا جزئي من الكل ولسنا الكل في الكل وأنا أتذكر موقف مع الدكتور الجنزوري طبعا دكتور كمال الجنزوري طبعا هم كانوا أي حد طبعهم الهجومي وأي حد مسؤول يهجموه في مجلس الشعب ويشتموه بخلاف طبيعتنا تماما يعني علاقيتنا جيدة مع كل الناس ودي إحنا كإسلام يفرض عننا ذلك حسن التعامل حسن التواصل تحبيب الناس في الدين تقديم صورة طيبة عن الإسلام هم داخلوا في اصدام مع الكل يعني منهجهم في التعاون مع المسؤولين الهجوم ومن ضمن الناس اتعرضوا هجوم شديد وعننا كنا صراحة مستقيم جدا الدكتور كمال الجنزوري هدوا ركزوا معاه فترة جديدة ركزوا معاه والهجوم فضيع ولازم تغيير الحكومة كان رأيينا عدم تغيير الحكومة كان فضل تلات أربعة شهور وهم ركزين لازم تغيير الحكومة ما يتعرفش بفكره ازاي احنا كنا رفضين هذا المبدأ فضل تلات أربعة جنزوري تطر ان ينقل اجتماعات مجلس الوزراء لهيث الاستثمار عشان ما يديش مجلس الشعب ومجلس الوزراء كان بها مظاهرات انت عارفت الدينة كان بايزة هناك كان في مشاكل اه فكان بيلتقي مع نواب كله محافظة كل اسبوع وطلباتكم كذا كذا ونفظوا الطلبات وانا اشهد ان كان رجل كفاءة حلقة واحنا جلسين معاه المساعد جاب له التليفون رد على التليفون قال جماعنا بعتزر انا مش حاضر اشتغل في الظروف دي ساعد الكثاتني اعلن حاليا وقف جلسات مجلس النواب لحين حضور رئيس الوزراء كان اول مرة تحصل في التاريخ ان مجلس النواب يضرب عن الجلسات يوقف الجلسات اه اه فانا مش هستطيع ان انا اشتغل في الظروف الصعب دي وانا قال الكلمة وصبها الواقع قال يا فيها كلها يا اخ فيها اصدقى الاخوان ايو يا فيها لا خ فيها يا فيها كلها يا اخ فيها وده هو التوصيف حقيقة السيطرة على الرئاسة على مدلس النواب على مدلس الشيوخ شيء طبعا مش ممكن بعد صورة ولكل شارك في الصورة انت هديت نظام واحد ابنيه لازم كل شارك في البناء نحنا ببيت واحد بيت انهد واحنا بنيبنيه في ناس معاك في البيت هتطرطن برا لازم شاركوا في البناء كل واحد حسب حجمه انه ما تقول للناس ما انتوش معايا خالص هيكون ايه النتيجة ان ايمن هو هيعطلك يا ايمن اللي انت حتبنيه هيحاول يهده ما انتش مشاركه ما انت خلاص عزلته انا معاك في البيت ازاد عزلني فكرتنا كانت مشاركة اللي ما لازم كل يشارك في البناء وتأسيس المرحلة القديمة واحنا ايه كحزب النور جزء من الكل هما لا هما سيطرة كاملة هما الكل في الكل وهما اللي سيروا البلد وسطروا على كل المؤسسات وبعدين كمان انتهز وزير فرصة فرصة تريدهم في الحكم كيفية السيطرة على مفاصل الدولة فبقت مغلبة لا مشاركة عكس الشعار عكس الشعار كيفية اللي وحنا شفناها بنفسنا كيفية السيطرة على مفاصل الدولة اللي هي عملت نوع الاستعداء للناس والكلام اللي نصحت فيه الدكتور محمد مرسي وانا معاه في احدى الحوارات حراك قدمت له ورقة بالاخوانة في 13 محوصة ايو نعم انا نصحته انا نصحته كثيرا جدا الدكتور محمد مرسي اللي بيحصل ده بسيء اليك انت منتمل الاخوان النهاردة الاخوان بتعمل اي منصب اللي بيعتليه الاخوان وقلت له نفس اللفظ مفيش منصب ميسك ومفيش غفير حتى من اي قوسة يا سيئة تامي الاخوان بتعمل عملية سيطرة وديت عملية استنفار واستعداء لكل الناس قال فين الكلام ده وفين وما بيحصلش قلت له طيب انا عندي امثلة انا كدت لورقة قال لي طيب انا ايه هاتلي الامثلة ديت قدي ساب موضوع الورقة فكلمت في الحزب الامانة بسرعة اجابوا لي ايه بتقرير ب13 محافظة 13 محافظة وتقدمت اليه بهذه الاسماء في الحوار الواطن المشهول انا كنت ايه هددت فيه بالانسحاب وكده وتقدمت اليه بهذه الاسماء اللي اطلق عليه في الاعلام ملف الاخوانة ودي كان حقيقة وكان ايه رد فعله او رد فعل الاخوانة هو طبعا خاد الدوسيدة معاه او الملفة معاه وبعد كده برضه انكروا قالوا دول مش اخوان مين قالك ده اخوان ده اخوان تقولت انا يعني هنحلل دمه ما معروف الاخوان معروف الاخوان هنزبيت اليه ان اخوان ده هزبط ازاي فمن تجارك اخوان ما كاش عارفو نحن عارفين ده اخوان وده اخوان وده اخوان المهم القضية ان هم يعني عملية الاستحواز والسيطرة واقصاء الاخرين حتى احنا اللي احنا كنا معاهم شركاء في الانتخابات وكذا وكذا تم العملية الاقصاء الكامل وتلفيق تهمة للدكتور خالد عالم الدين اللي هو كان نائب كان مستشار الرئيس كان فيه طعن في زمته المالية طعن في زمته كذب وبهتانا بدون اي دليل وطلعه ده في الاعلام وشووس ومعده والكلام ده ليش اي اساس من التأثر هو بكى في المؤتمر صحيح من التأثر يعني وضع صراحة غير اخلاق عايزة اروح مع حضرتك على مشهد اخد تعليق حضرتك عليه مشهد خيرة الشاطر وسعد الكتدني في لقائهم بالفريق اول عبدالفتاح السيسي وقتها واللي هو عباس كامل قبل 30 يونيو مشهد معروف ورئيس الجمهورية نفسه اشار له وقال ان حصل تهديد مباشر بالعنف من خيرة الشاطر لمدة ساعة لربح وقال للفريق اول عبدالفتاح السيسي وقتها هجيب من برة وحعمله العنف والدم المشهد الشهير حضرتكو بتشوفو في حزب النور والدعوة السلافية الامر ده ازاي التهديد باستخدام العنف طبعا احنا ابعد من نكون عند العنف احنا خطة احمر عندنا مسألة العنف والتبجير والتكفير ولذلك لا يمكن انك تثبت عن حد ينتمي للدعوة السلافية وحزب النور نستخدم اي نوع من النوع العنف على الاطلاق ودي كانت نقطة الفيصالة بيننا وبين الاخوان ثم دعونا الفعاليات في العنف احنا رفضنا تماما منها مليونية كبسات ربعة واحد وعشرين ستة دعونا لا احنا طبعا رفضنا رفضنا رفضا تاما ودي كانت من ضمن خلاص هدمونا مع المنصة والخيانة وشق الصفر القصة اللي هي المعروفة دي ومن قبل ذلك المؤتمر اللي كان كارسة بتاع دعم سوريا اللي اعلنوا فيه الحرب بس ازاي حرج بقول كارسة والمحللين قالوا ان المؤتمر ده كان احد اسبابه استمالة السلافيين قبل تلاتين ستة المؤتمر بتاع سوريا اه نازل لا اقولك كوليس كوليس الموضوع ده اه يا ريت اتصل بيا دكتور محمد يوسر ابراهيم اللي هو رئيس كان الامين العام اللي هيئة الشرعية الحقوق والاصلاح وهم كانوا عمليون هاي الشرعية الحقوق والاصلاح دي عشان يجمعوا فيها الرؤوس السلافية يتم توجيهها من خلال الاخوان احنا طبعا تفطرنا لهذا ايه الامر اتصل بيا دكتور محمد يوسر ابراهيم ودكتور يونس احنا ندعوك لمؤتمر لمناصرة القضية السورية في اه قاعة الازهر مؤتمرات الازهر احنا داعين الدكتور محمد نرسي للحضور وانا عارف مين اللي محضره اللي محضره مين اللي محضره الاخوان ورئاسة الجمهورية اللي محضره لهذا المؤتمر فسألته اه يعني هو بيقول لك احنا اللي داعين اه هيئة الشرعية الحقيقة ان الرئاسة والاخوان هما اللي محضره ايه طبعا فسألته اه يا دكتور محمد طب ايه رأيك في موقف دكتور محمد مرسي من القضية السورية كان رده زي زيفت اللي ساعدته كان قبلها محمد مرسي اعلن احنا نتوافق من القضية السورية نتوافق مع موقف الاتحاد السوفيتي تجاه القضية السورية وانتعرف طبعا موقف الاتحاد السوفيتي داعم داعم اه فقال لي ايه موقف زي الزيفت اغتراب ازاي يعني زي الزيفت وعملين مؤتمر الدعم القضية السورية ازاي يعني وبعدين مين اللي هيحضر يا دكتور محمد لو لن قاعة الاظر انت انفحش قال لي هنعملوها في الصلاة المغطى طوله ما نفس القصة مين اللي هيحضر اللي هيحضر الطيار الاسلامي انت كده يا دكتور محمد انت بتعزينه محمد مرسي عن الشعب انت كده بتخل بنفس اللفظ والله ام كانوا سمعني يا دكتور محمد انت كده بتخلوا محمد مرسي رئيس للإسلاميين وبتعزينه عن باقي الشعب دا غلط ورفضتوا الحضور وما حضرناش اللي هو بقى اعلن فيه ان يوم تلاتين ستة يعني مش عارف حرب على مين بين المسلمين والكافرين ازبوط دا كان الخطاب الخطاب العدواني اللي حصل دا ايه في حضور محمد مرسي فدي برضو مضيمن الاخطاء الكارثية التي يعني وقعوا فيها واحنا كدهنا موقف واضح جدا منا كنا درسين وفاهمين الواقع واحنا كان موقفنا واضح من مليونيت واحد وعشرين ستة دي بتاعت ربعة وعرضنا عليهم يا اخوانا ان احنا عايزين نحل الازمة نحلوها نشوف حلول الحقيقية نفيزوا المبادرة نفيزوا نشوفوا حل استجيبوا للطلبات مفيش فايدة هما ايه كان بقى سياسيتهم ايه بدل حل الازمة لا تجاوز الازمة في حجد نقابل الحجد بايه بحجد لغاية ما يعد اليوم ده طب الحجد ده يحجدوه ازاي عايزين نلموا الاسلاميين نرفع شعر الاسلام والشريعة الاسلامية وانوا طالعين في تلاتين ستة دول طالعين ضد الاسلام وضد الشريعة ليه؟ عشان يتم عملية تجميع كل المتعاطفين مع الاسلام لا نصر الشريعة ولا غيره فاحنا كان موقفنا واضح ملماع لطالعين تلاتين ستة دول لا طالعين ضد شريعة ولا ضد اسلام هم شافو الشريعة اصلا يا فين الشريعة فطالعين ليه مطالب يومية ليه مشكلات اجتماعية مشكلات اقتصادية مشكلات حياتية والناس طالعين دول ناس مسلمين هما دول انتخوا محمد مرسي هما رفضوا تماما واختاروا الخيار اللي هو اللي ايه حشود ضد حشود وكاتل كارسة اللي المنصة بتاعت ربعة يوم اول يوم في واحدة شين ستة لما طالع طارق الزمر قال ان احنا هنسحقهم احنا ونطالع اللي هيرش محمد مرسي بالمية هنرشوه بالدم اعلان حرب على الشعب المصري من يومها بقى خلاص اصبح فيه فجوة فجوة وعدونا والهجوم ليه؟ ان احنا افشاننا المخطط افشان المخطط ازاي؟ هم عايزين يصوروا الناس ان ده صراع ديني عشان يحيزوا في صفهم كل الاسلاميين وكل المتعاطفين من الشعب المصري عدم مشاركتنا معاهم في هذه المليونية وظهورنا في ثلاثة سبعة افشل هذا المخطط ان الصراع مش ديني ما هو فيه ناس هو متسرفيين الناس يحملون الاسلام ومع ذلك في هذا الجانب ورفضوا الخروج في واحد وعشرين ستة مليونة طبعا طب انا عندي سؤال يا دكتور يونيس بعليز حالك للتاريخ نعم قعدوا معاكم اربعتاشر ستة في اسكندرية لما صممتوا ان هما يردوا لكم الزيارة مش كل مرة تبقى في القاهرة مش كده صحيح وبعد كده دعوكم الواحد وعشرين ستة وكان موقف كل احد اك شرحته نعم ناقص تسعة ايام حصل ايه بين حزب النور والاخوان في التسعة ايام دول هل كان فيه اتصالات هل حاولتم معهم تاني يا جماعة حلوة ولا انقطعت الاتصالات بين الترافين انقطعت الاتصالات واثناء بقى ربعة بعد تلاتين ستة وربعة حصل تواصل للحل يعني من ضمن ده بعد تلاتة سبعة ايوه حجلها بس انا عايز الاول قاف حرك بتقولي الواحد وعشرين ستة لتلاتين ستة مفيش تواصل لا مفيش طيب المشهد اللي بعد كده الخروج الغير مسبوك للشعب المصري اه في تلاتين ستة وحزب النور كان متوقع ده مش كده كنت متوقعين كنت متوقعين عدد كبير من تلاتين ستة لغاية قبل بيان تلاتة سبعة حصل نزول يوميا من الشعب المصري نزل في تلاتين وفي واحد وفي اتنين وفي تلاتة وكان فيه بيان وحصل مواجهات في المقرات مواجهات وده كان صعب واحدث عنف وبيان التمانية واربعين ساعة من القيادة العامة لقوات المسلحة واحد سبعة نعم في التلاتة اربعة تيام دول اتصلتوا بالاخوة اللي حصل ان احنا بعد تلاتين ستة مادس اللي احنا جلسنا مع بعض كدعوة سلفية وحزب نورنا تشاور لغاية نص اللي فكان القرار ان الحل ان محمد محمد المرسي يدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة خلاص ما عادش بقى ينفع على مبادرات ولا وزارة ولا بتاع رصفات الاوان ده النزوله ارحل خلاص ما عادش حل غير كده وطلعنا بعين تان يوم واحنا من تشاور التصل بي اتنين تصل بي اتنين اتنين حالك دول اتنين اه محمد بلتاجي اه وطرق الزمر كان يمار رئيس حزب بناء والتنمية بناء والتنمية محمد بلتاجي ايه دكتور رأيكم ايه احنا رأيينا من تشاور حاليا ان يكتون محمد مرسي يدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة ازاي ها دكتور والصورة والمكاسة التربص اعنى خلاص الوضع لا يحتمل الا ذلك حفاظا على الدصدور وحفاظا على البلد احنا رأيينا كده تشاورنا ان يكون محمد مرسي يدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة منعد الصدام والكلام ده كله فاللي اتضح من رده انه معجبهوش الكلام هل كان بان من رده اذا كانوا شافوا الجموع والحشود ولا برضو مغيبين كانوا مغيرين يعني من ضمن احد القيادات بتاعة دعم الشرعية كان بولده دول شوية مستأجرين وعلى السواح 11-12 بالليل حينفضوا احدهم قال ذلك تصنب مكنان الشرقاوي لا طمئنوا طمئنوا البضا تاعت السيطرة قالت الحركة لبعد 36 كمان قالت الرب لتاعت السيطرة تعرفش يا مكان ايه اللي يخضي الله امرا كان مفعولا اتصب بها طارق الزمر ايوة اللي حركة ايه اقول له والله احنا راينا كاسا جاء لان متفق معك تماما الكثور لان احنا الجيش خط احمر نفس اللبس وانا خايف على الدستور وان متفق معك تماما غريب الموقف ده اه والله موقف غير متوقع من طارق الزمر وكتب على صفحته وبعدها بكم ساعة مسحوا الناس اللي معاه ضغطوا عليه مسحوا اللي وبعد كده طالح من قطرة الجزيرة يتهمنا بالعمالة والخيانة كان متفق معنا تماما للاكتر من كده يوم ثلاثة سبعة انا كنت جارس مع اخواننا ايه من الشرحولم الموقف عندنا في البلد فجالي تليفون مسيادة الفريق محمد العصار قال لي يا دكتور انا عايزينك فورا في القاهرة انا عايز بقى من اللحظة دي اه اركت تحكي دي بعد اذنك ادق التفاصيل ايه الدعوة لاجتماع ثلاثة سبعة ثلاثة سبعة احنا طبعا لما طلعنا البيان هجبنا هجوما شديدا ان محمد مرسي يدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة ان حزب النور يدعو الانتخابات الرئاسية اعتبار دي خيانة والثورة خيانة للطار الاسلام في حين ان بعدها في شهرين انا سمحت محمد حشمت محمد نمال حشمت ايه على قناة الجزيرة بعد ما راح تركيا وهو بيقول ان على استعداد كاخوان ان محمد مرسي يطلع من السجن ويدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة يا والله هذا حدث المهم ان احنا طبعا ثلاثة سبعة بقى حرك جالك اتصال اه انا كنت قاعد مع مجموعة من اعضاء حزب النور من الشرحان والموقف ليه خدنا القرار ده وخلفياته وكده احنا دايما نجس مع القواعد نوضح لهم الوضع كل شوية طارق الزمر اتصل بي ايه الاخبار يا دكتور واضعك اذا وانا المتفق معكم طيب انا بتصل بالرئاسة اتصال في مكناسب الشرقاوي ان احنا ايه عايزين اللقاء مع محمد مرسي علشان الحرك اللي اتصلت بي ولا طارق الزمر طارق الزمر بتصل بي بيقول لا مين اتصل بكنام الشرقاوي طارق الزمر بيبلغني انه اتصل بالرئاسة اه وبكنام الشرقاوي ان انا بنطالب بنطالب باللقاء مع بكنام محمد مرسي علشان يدعو الانتخابات الرئاسية مبكرة لنخايف على الدستور والجيش خط احمر بنفس اللفظ خايف يحصل صدام مع الجيش خايف يحدث صدام مع الجيش ده كلام طارق الزمر يوم 3-7 الصبح فلد سيادة الفريق وانا قاعد مع الاخوة نشرح لهم جالي ترفون سيادة الفريق محمد العصار كان بينه بينه علاقة شخصية قوية يا دكتور يونس عايزينك فورا خلال ساعتين تكون في القاهرة في مقر تقريبا الخيادة المشتركة قيادة المشتركة طب ليه ده ساعت الفريق اللي والله ده اللقاء كده مصغر للقوى السياسية عشان نشوف الدنيا فيها ايه من ده اللي أنا أحب هسأل على تفاصيل من اللي حيحضر ده للحرية والعدالة حزب النور شيخ الأزهر ممثل الكنيسة ممثل الشباب ممثل جافة الإنقاذ ممثل عن مجلس الأعلى للقضاء ساعتين تكون ايه عندنا موضوع خطير ومستعد طب تكون زي من البحيرة لساعتين صعب قال لي بص طبع صلوا الدور قال لي تصلوا الدور في العربية تصرف يا دكتور فرفعنا ركابت العربية وروحت وطلع معايا عربيتين بعض الإخوة للحراسة ما كانش فيه طبعا شرطة وكانت البلد متوقفة تماما حالة من الشلل والناس كلها خايفة الوضع صعب جدا وكل الوزارات معطلة وكل المصالح الحكومية معطلة طلعت على طريق الزراعي بتاع اسكندرية القاهرة وددت الطريق معلوش ولا سيارة ولا عربية بعد شوال يتبقى ايه بدون تفسيرات كل شوية كمان الناس عاملها يعني بلطجية على الناس عوان انزل من العربية فتش انت تابع مرسي يا عم والله احنا تابع مرسي نحلفو لهم بلا لا انتو تابع مرسي فتش فيه متفدرات كل ما ندخل على القاهرة رات ما صالت بركة السابع وجدت الأمر يزداد خطورة وعربيات متكسرة متدجديشة وكده فاللي معايا قالوا لا لازم ترجع لان فيه خطورة على حياتك فانا رجحت وكلمت لباش مهندس جلال شوانس جلال المرة كان عامين عام الحزب وكان طبعا للسويس والسويس اقرب للقاهرة والطريق تاع السويس كان مأمين والقوات المسلحة فستطاع ان يصل يعني بسهولة في المعاد فيه نقطة يعني خطيرة حدست ليلة 36 اتصل بي برضو وانا فاب حمص عايزينك كان لسا محمد نورسل ليس جمهورية امانة رئاسة الجمهورية عايزينك اجتماع الساعة تمانية كانت ساعة ستة المغرب ليه قال فيه اجتماع ليه القوى الاحزاب الاسلامية كان حول ليه الـ 36 اي فده كان الاجتماع مع محمد مورسي محمد مورسي مع الرئيس حول 12 حزب ليه عشان نشوف الدين يوم للاحداث وكده طب اخوانا ساحتين مش هاني قدر فبعدت المهندس جلال نائبا عندي عني اول ما راح اول ما قاعدوا طب اخوانا مورسي طلع ورقة من جيبه اذا ما قاعديت المبادرة بعيدها الجيش المبادرة كانت متطبقة تماما مع مبادرة حزب النور ما كانش فيها انتخبات الرسيم وفكرة ولا غيره موضوع الوزارة والنائب العام والحوار الوطني كلها حدات اشياء في المخدور ممكن ياخدوا بيه قرات على طول لو اخدوا بيه ما كانش حصل حدا اصلا كان الرد ايه اول واحد تكلم رئيس حزب الحرية والعدالة لا 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 وتجيش ماله ما القصة دي ايه ده دخلوك انت بعد اخطابت عيوم الاربع اللي كان قاعد فيه حوالي ساعتين ونص الشارع اصبح معاك تماما وانت سيبك من الكلام ده كله وثلاثين ست هيعد زي اي يوم هدول مش كانوا مغيبين هدول كانوا في عالم اخر عالم اخر واحد القيادات الاحزاب الاسلامية برضو في جداعي لزيك الاسم وقال لا ده ده لقيت على الصحة ده هشت شوية ايه مأجورين وحينفضوا كل الاراء كانت في نفس كل الاراء الطارئ الاسلامي كانت في نفس في نفس السياق معادة المهندس جلال مرة قالوا مجمع الواضع خطر قبل كده كنا احنا نحرك الشارع عندنا خلاص الحرك الشارع غيرنا ونوضع خطر ولابد يكون في حلول ولكن لم يحدث اي نوع من الاستجابة ونصدقل لكلامي ان اتناه محمد مرسي في اخر خطاب له له خطاب الشارعية دي اعلنوا ان فيه مبادرة من بعض القوى السياسية اللي هو احنا بس ما ذكرناهش وهذه المبادرة ايضا مقدمة من القوات المسلحة وهذه المبادرة منوتها كذا 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 هي نفس المبادرة التعزنة واللي كان تقدم باقي الجيش في ديلة 36 بس برضو كان فات العوان ده فات وفات باقي خلاص خلاص فيه حلول ممكن تكون ناجعة في وقتها ما بعد فوقات العوان خلاص ما عادش تصلح اللي ان صقف المطالب زاد ده في اي مشكلة كده ما صقف المطالب بيزيد لو اتأخرت خلاص خلاص بيزيد خلاص ما عادش ينفع ما عادش ينفع الحلول دي انما كان الحل اللي ساعدتها كان لو اعلن يا خلاص ان فيه استفتاء انتخبات الاسم وفكرة عايزين عايزين مش عايزين نمشي كتبخل كموك الحال ده غير تماما 180 درجة ولكن ايه برضو لياخذي الله امرا كان من فاولا كنا بنكلم يا دكتور يونس على 3 سبعة وان حداك ما قدرتش توصل وبعت المهندس جلال المرة ايو نعم عندي سؤال في الاول هل ترددت في الحضور ابدا نعم تردد هو اول ما سنت الفريق علي رحمة وطنعود العصار طلبني روحت فورا واحنا ما فيش اي حوار وطن اللي تخلفنا عنه لنا ايه عندنا حرص نشارك في بناء الوطن وا احنا احرص ما نكون على بقاء الدولة المصرية لاننا عندنا يقين وهذا منطلق الشرع اننا نستطيع ان نحافظ لا على الدين ولا على الانفس ولا الاعراض ولا الاموال ليه الكليات الخامسة الدرات الخامسة بتاعت الدين الجاد في كل الشرع الساموية لا يمكن تحققها الا في وجود وطن ودولة سقوط الدولة ده انهيار لكل شيء وعشان كده كده كل مواقفنا حزب النور السياسية من هذا المنطلق الحفاظ على الدولة وعلى الوطن من الانهيار خاصة اللي شو هناك في التجارب اللي حواليهم غير جامعات تانية انا مصلحتي حتى لو على جسد الوطن مش هينفع لا انا واعلمتها كذا مرة وانا رئيس حزب لو حصل تعارض مثلا فرد بين مصلحة حزب النور مصلحة الوطن مقدم مصلحة الوطن حتى لو أدى الأمر إلى حل حزب النور مش مشكلة بس يبقى الوطن ويبقى يبقى الدولة وده كان كل قراراتنا منية على ذلك وده كان نقطة الخلافة الجهورية مع مع الاخوة مع الاخوة اه تلاتة سابعة لما راح لمهندس جلال مرة ورد الوضع كالآتي ورد من الوضع يعني تقريبا انتهى يعني بعد الخطاب الأخير بتاع محمد مرسي وأعلن هو ايه يعني يعني عارفين اللي أعلنه اه فكان اللي وضعنا يا أخوانا خلاص داخلنا على المرحلة جديدة فكان فيه اقتراح ثم نحاوله معه تانية واني يعدنا تقريبا دا رسالة مبكرة فكان المهندس جلال اللي قال اللي اقتراح دا اه وفي ناز فكل الموجودين اللي ساعدته كان اللواء السيسي الفريق السيسي كان فريق اول قادر عائل اه قال شوف رأيكم ايه فكل الموجودين رافضوا رافضا ايه تاما خلاص قضية ايه قضية اه فاصبعك حزب النور كان مهندس جلال يطلع برا ويتصل بنا ما دا كان سؤالي كان بيتشاور مع حضرتك طبعا كل شوف يطلع برا انه مفيش تلفونات طبعا يطلع برا يكلمنا فيه كذا فيه كذا واحنا ايه طب موضوع كذا لان كل قرأنا بالمشهور مفيش حد ينفرد برأيه يعني عايز اعرف الاجواء في البحيرة وحلاك كان معاك حد مسلا من حزب النور قاعدين في انتظار مكالمات المهندس جلال ولا حلاك كنت في البيت لا انا كنت في البيت والتواصل كله بيكون عن طريق التلفون والواطس وسائل التواصل دي لان الوضع طبعا كان متكهرب وفاتحين بقى اتصال مع قيادات حزب النور ايو ايو متصلي مع بعض فالمهم قال لي اخوان الوضع كذا 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 والوضع خلاص انتهى كان اصبح امامنا ثلاث خيارات حزب النور الخيار الاول ان احنا بقى نقنيني في صف الاخوان وطبعا ده ما مرفوض تماما اش ممكن اللي احنا عارفين ايه ايه اللي عنوصلنا واحنا رفضين مبدأ الصدام ومبدأ العنف والكلام ده كله عارفين الطريق نهايته عاكون شكله ايه واحنا رفضينه من الاول اصلا فايحنا الكلام ده احنا من لزبان ناخدين فيه قرار بدري الرأي التاني ان احنا ايه ننسحب وخلاص لان نشارك لهين ولا هنا طبعا ده ده معناها ساعتها كان موقف لابد يكون لك رأي واضح وموقف واضح ما نفعش ان انت تكون ايه موقفك سلبي تندخل على مرحلة ايه خطيرة وفيه مرحلة فيه قرارة طريق ولازم يكون انت مشارك ما نفعش ان انت تنسحب في هذا الوقت والبلد دخل على مرحلة ايه خطر وحرصا منا ان احنا برضي يكون فيه صوت اسلامي في المرحلة الايه القادمة لان احنا لنا وجهة نظر اصلاحية ونرى ان هذه ولت النظر هي الصحيحة فاعايزين برضى زيد وجهة النظر اصلاحية نعرضها يكون لنا فرصة نحن نعرضها فالكان بالاخيار التالت نحن اخترنا نحن نشارك في خرية الطريق ونشارك في بناء الوطن وكون جزء من البناء في المرحلة الايه في المرحلة القادمة ما خفتوش ساعتها والقواعد السلفية لا لا ما احنا اي قرار ممكن يكون صعب في الاول ناخد القرار وبعدين بنوضح ايه خلفياتنا الشرعية فيه اللي خد نعشا كذا 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 خلاص اللي همينا عندنا في القواعد السلفية ان يتشرح له الدليل مش عملية تسمع وطاعم يا النهاردة يمين النهاردة الشمال ما فيش عندينا بالمنطق الديني وبالشرح بزي القطيع لا مش مبدأ القطيع لا مدال ود الدين يفداهي مبدأ القطيع لا لازم يكون في دليل يعني اخدنا المواقع من ليه قال الله قال الرسول قال له على ماقعة المصالح والمفاسد فقه المقالات الكلام ده خلاص احنا عايزين نحفظ على الوطن واحد اتنين ثلاثة بدأ من أمر شارعي لمستنى شارعي الكل ايه بيسلم خلاص ما حصلش اي نوع من المعارضة وبالتالي كان ملخص لحالك قلته مهندس جلال كان بين المهندس جلال المرة حضرتكو تشاورتو ما بين الانضمام للإخوان او الانسحاب او الاشتراك وقررتو ان الصح الانضمام للإخوان كان بره كان بره حسابات مش يعني مش في حسابات تنسحبه ولا تشاركه كان القرار على طول قرار بالمشاركة بالمشاركة على طول بالإجماع والحمد لله كان قرار كان يعني كان قرارا صائبا لانه ظهورنا في المشهد افسد خطة انه يبقى صراع ديني صراع ديني ازاي هكون صراع ديني والناس السلفين معروف اعرص الناس على التمسك بالدين موجودين في المشهد مع الجانب دا يبقى صراع ديني ازاي هما كان عايزين يصوروه انه صراع دين عشان استقطبوا المتعاطفين والحقيقة ده كان قرار تاريخي لحزب النور والدعوة السلفية بدون شك سؤالي الدكتور محمد البردع للحكومة بعد تلاتة سبعة ودي كل الاوساط سياسية واتنشرت في الصحف والاعلام معروف ان كان في اعتراض شديد وبقوة من حزب النور على هذا الموضوع صحيح ايه اسبابه وايه كواليسه يا دكتور يونس اسبابه انه الدكتور محمد البردعي يعني ليه توجهات يعني مصدره وخريفة لطبيعة الشعب المصري وعاداته وتقاليده باعتبار وجوده في الخارج وافكاره لبرادية وصدر منه تصرحات تصادم قيم المجتمع المصري زاد ان منقفه من حرب العراق والتبتيش النووي والكلام ده كله فهو ثقافته غربية وجاي من هذا المنطلق فكان ليه تصرحات ايام الثورة على المدى التانية من الدستور والشريعة فوجدنا انه غير مناسب لهذه المرحلة تماما ورفضناه ويوميها حتى برضو اتصل بها بالتليفون سادة الفريق محمد العسار اتصل بها مرتين علشان نوافق على ان محمد البارد يمسك رأس الوزراء وبطير سادة الفريق معلش الكلام ده لو احنا وافقنا بضيعنا تاريخنا كله ده رجل معروف العلماني لبرالي ولو وصل الامر احنا نجمد نشاط الحزب فالمهم احنا رفضنا رفضا رفضا تاما وحتى نقل رسالة من سادة الرئيس ان احنا ايه يعني نوافق على كان ساعدنا طبعا الرئيس كان هو وزير الدفاع عيو فكان موقفنا ان احنا رفضين محمد البردعي رفضا تاما وبعد كده طلع ان كلام بصحيح يعني بعد موقفه لبعد كده كل الاعلام هجمت محمد البردعي وعرت وعرت موقفه وطلع ان احنا فعلا ده موقفنا كان موقف صحيح انه كان لا يصلح ان يمسك رئيس وزراء وكانش ينفع ففعلا كان رايح يحلف في اليمين ساعة تمانية ساعة تمانية الربع تصلوا بيا اعتذروا له وكان اعتذار نتيجة رفض حزب النور حزب النور طبعا كان عدو فاعل في تحالف 3-7 وهو اعلن ذلك في الاعلام بعد ذلك محمد البردعي قال لتسبب في عدم تولير بعد ما كان خلاص تكلمون نكون رئيس وزراء تصلوا بيا عن ذلك في احد وسائل الاعلام وهل كان فيه اي اعتراب من حزب النور على الدكتور حزم البيبلاوي والله احنا كنا معترضين عليه هو فشل لانه برضو ما كان في تكوين الوزارة كنا نأمل يأتي من ناس تكنقراط ان يعمل يعني عملية التوافق بتاع كده ولكن ما حصلش تم برضو نفس في جهة الاقصاء ابوز حضرتك اي حكومة اي قيادة تمارس سياسة الاقصاء للاخرين دي بتفشل بتفشل على طول لابد من استعاب الناس لابد من مشاركة وسامع الأراء يعني بلغتوا بلغتوا اعتراضكوا على دكتور حزم لا احنا كان اعتراضنا على محمد البردية حزم البيبلاوي هم اعلنوه واحنا ما اعتردناش في البداية نعملنا عم كناش نعرفوه اي ما حصلش تشاور والتصالات بخصوص دكتور حزم بلغتوا لا وكان تشاور وكان اعتراضنا على محمد البردية عايزة روح ما اخذك على اعتصام ربعة هل في عناصر من حزب النور عناصر اقصد شبابية اكتر والدعوة السلفية شركت في اعتصام ربعة لا لازم نفرق بين الدعوة السلفية لقيادتها وإحنا اساسة من اسكندرية وإن اضطر السلف العام هنا في القاهرة في طيار سلفي عام يعني طيار سلفي عام هم التزم على دين مشايخ فرديين في الاسكندرية معروفين فلان وفلان وفلان فاصبعهم التحين منهم سامت سلف سوم سلفيين إنما للأسف لم يدرسوا القضايا المنهجية ما عندهمش تأصيل علمي احنا عندنا اي واحد ينتمي للدعوة بيدرس دراسة العيدة مسألة الإيمان والكفر عندنا التكفير ده خط أحمر بيدرس قضايا الجهاد الشرعي مش الجهاد الجماعات الجهادية لا عندنا العملية منضبطة ومعنى إيه الجهاد فيش حاسة ما جهات ضد المسلمين أو كلام من بيدرس قضايا الأمر عروهنا يعني منكر مناهج التغيير التعامل مع الناس الكلام ده كله الحاجات دي المتأصلة عنده فهمة كويس جدا عندنا التكفير والتفجير ده خط أحمر بذلك لا تجد أي واحد من حزب النور أو الدعوة السلفية شارك في أي فعالية فاعون إذا كان باقي بعض القلة لا تأثرت عندنا العواطف وتأثرت بالخداع اللي كان بيروج وشاركت إنما دي قلة بسيطة جدا إنما كل الملتحين اللي شاركوا في ربعة وفي النهضة وغيره كانوا من اتجاه بالتيار السلف العام وليسوا لا ينتمون للدعوة السلفية ولا لحزب النور زي الجفة السلفية وزي أدبع محمد عبد المقصود والتعارف بالتيار السلف العام وللأسف الشديد إنهم قبل فض ربعة بعد ست الساعات الإخوان عارفوا إن فيه فض أصدروا تعليماتهم لكل كوادر الإخوان بنانصراف من الميدان وإحنا رصدنا على المستوى الجمهورية إن كوادر الإخوان كلها طرجة الميدان وروحت وسابوا مين سابوا اللماء متعاطفين الدرويش المتعاطفين لم يبلوا حتى اللي على المنصة نسحبوا اللي على المنصة أو سابوا الدماء الغلامة دول أرضى للذي حدث لهم من الأسف الشديد هل في مسؤوليين غربيين أو أمريكان تحديدا طلبوا من حزب النور الانضمام لأعتصام ربعة هو يعني كان فيه كونسولية في الكنسولية الأمريكية في إسكندرية إسكندرية كانت يعني إلى واحد بذلك وإن يعني أو مائد بذلك ليه ما تشاركوش واستشفينا منهم إنهم عندهم حرص إن إحنا نشارك ليه يعني كان فيه إحاءات أو يعني تلميح بالمشاركة بالمشاركة وأقول لحضرك في موقف إن كان أحد قيادات الإخوان اتصل بالشيخ ياسر وكان في المعتكف الشيخ ياسر برهامي آه وقال له إحنا موافقين إن محمد مرسي يطلع من السجن ويدعو الانتخابات الرئيسية مبكرة فعايزينك تساعدنا في تفعيل مبادرة دكتور سليم العوة يا دي كانت مبادرته يعني ملخص مبادرته إن محمد مرسي يطلع وعين رئيس وزراء بس الوزراء يقوم مقام الرئيس الجمهورية ويدعو الانتخابات الرئيسية مبكرة كان الدكتور محمد سليم العوة هو العرض المقترح وطرق البشري تقريبا مش كده؟ أي الشيخ ياسر رأت حتى تطلع من السجن طبعا صعب إنه ممكن يكون فيه تسجيل تلفزيوني الشيخ ياسر ساب الاعتكاف وقات إلى القاهرة تقابل مع سطر فريق عبدالتاح السيس وراد على الفكرة قال شو باقي القوة السياسية شوه باقي القوة السياسية هالمتوافق على كده أولا لا بعد ما رأى معاد الدكتور ياسر الاعتكاف فوجئ برسالة ما بعتاله من نفس الشخص بقول له إحنا منتظرينكم في ربعة وسوف نحملونك على الأعناق وما الفين يا عم أنت لسه مكلمني علشان محمد مرسي يطلع وبعدك تقول لي تعالى يا ربعة وحنشدوك على الأعناق أنت وأتباعك التضعب هذه التراجعات اللي كانت بتتم كان سببها إن كان بيحصل دعم من الغرب وتقوية من الغرب طول ما أنتوا في الميدان ما فيش فض إحنا معاكم إحنا وراكم معروف إين مقصود اللي هي الفوضى الخلاقة اللي كانت إيه عايزين ينفذوها في مصر يعني في الفترة الأسرية الأمريكية في اسكندريا تصل بيكم حضراتكو في حزب النور كان عندكو فهم لخلفيات الدعم الأمريكي الإخوان كنتوا فاهمين فاهمين كويس جدا طررت من مرة محمد علي بشر اتفاقنا معاه في لقاء في القاهرة دكتور بسام الزارقة ومش عارف مين معاه برضو لإيجاد حل للمشكلة دي وآتوا إلى القاهرة وبعد ما آتوا القاهرة اعتذر إنه مسافر هو دكتور بشر آه وبعد كده طبعا إنه كان في لقاء مع أشأته لمندوبة أي المفاوضة السامية هو كان بيحزبال يعني رسائل منهم إن إحنا معاكم طول منتوا في الميدان وده اللي حصل مع الوافد اللي عمله الشيخ محمد حسان متعارف خلفياته المبادرة بتاعت الشيخ محمد حسان وكانوا خلاص على وشك الموضوع بعد ما رجع لهم تاني ردوا في كلامهم تماما هو ده فهمي مفهمي إن الجيش وافع المبادرة أو تجاوب مع المبادرة لكن الإخوان رفضوا رفض قاطع وبعدين هجموه حتى هجموا الشيخ محمد حسان تجابوا تجاوبا كبيرا وهما خلاص اعتقلوا من المشكلة قربت على الحل وعاد حوالي وافد من ستة هما شرحوا وزير مبادرة بس الأسف لم يطرحوا في نفس التوقيت مبادرة الشيخ حسان آه بعدها خمس ستة سبع سنة رجعوا للإخوان اللي هو دعم الشرعية ديت إخواننا رحنا للجيش ووافق على مبدأ كذا وكذا كانوا ميل لقلكم تروحوا ميل لفوضكم إحنا محضرين مئة آلف شهيد لعودة محمد مرسي نفس اللفس يا أخواننا يهديكم يقضيكم وقالوا تعال انطلع معنا اللي عن نصري محضرين مئة آلف شهيد لعودة محمد مرسي لعودة محمد مرسي نفس اللفس وحامد حسن أعلن ذلك في قناة الرحمة بعد كده وتعال حطلع على المنصة كان رده يا أخوانا لو عارف إن المنصة دي طلعا ما هيقدم الإسلام كنت طلعت من غيره بواكبه يا أخوانا اتقوا الله اتقوا الله ما فيش فايدة طبعا نصابه الهم والغم وروح البيت طبعا ماليس العسكري المنتظر اللي إيه الرد مين اللي بتصل به سيد الفريق محمد العصار إيه يا شيخ محمد إيه الموضوع كان رده في كلمة واحدة إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجُعُونَ ثلاث مرات كده فهم اللي إيه فهم الرد في اللحظة دي دكتور يونس اعتصام ربعة والنهضة بالطلب من الأنصلية الأمريكان أن تشاركوا أو التلميح ووساطة الشيخ محمد حسان فشلت هل كان عندكم أي مبادرة أو اتصال بالإخوان تحولوا المحاولات الأخيرة ولا بعد بيان تلاتة سبعة تم بقى يعني القطيعة النهائية مع الإخوان هم طبعاً شيطانون أو وهجوم ووصل أمر إلى الاعتداء اللفظي والاعتداء الأحياني البدني وكنا نمشي في الشارع أي حد منهم يابيننا طبعاً اعتداء لفظي لضرط أن هم كانوا عايزين اعتادوا عليّ أنه الشيخ ياسر في الحرم وإحنا طالعين من الحرم في الحرم وإحنا طالعين من الحرم كل موضوع ده تصوروا وطلع على الفيس هم إيه اشتموا فينا جنب الحرم نامي راحت راعي حرمة البيت الحرم وأنا في الحرم برضو كان يقابلوني برضو اعتداءات وكان وضع صعب جداً وتواصل إيه وكفرونا وطلعوا قيمة اختيالات طبعاً أنا وشيخ ياسر إيه وكان في اعتداء على بيت أو محاولة اعتداء الأمن زبطها قبلها أي على الشيخ ياسر أي محاولتين اختيال للشيخ ياسر والواضع صراحة كان هجوم واشتيمة وسب وتكفير وكنا مستهدفين ما فيه تواصل منين طيب هل بقى كان فيه تواصل مع مع مسؤولين أجانب اللي كانوا بييجوا مصر يعني هل قابلتوا أشتون هل قابلتوا لا 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 ويليام بيرنز مساعد وزيخ الجال الأمريكي على الإطلاق ما بنتوش أي مسؤولين السفيرة الأمريكية كانت تتصل بيها تلفونياً علشان إقناعي إن أنا أقبل بيتولي محمد الباردعي رئاسة الوزراء السفيرة لا دي معلش مكحك تشرح لنا أكتر دي معلومة أعتقد إنها ما تقلتش تتصل بيها لربع ساعة عشان تقنعني ماله لمسطر الباردعي لكون رئيس وزراء وكذا وكذا عشان تقنعني سبت رغت ما تكلمت وكان فيه مترجم من عنده ومترجم من عندنا برضه عشان إيه ما يحصلش أي الأخباطة في الكلام يعني ما كلام واضح قلت لها حقيقة أنا استغربت هذا التدخل السافر يعني وليهم عايزين الباردعي وبعد كده طبعاً تعارف نازل لا ترجل أنا خيراً وكنا تدعم هذا الشخص هذا الدعم يبقى إذن وراء الأكمة ما وراءه كان فيه يعني مسوغات حيث يا أسباب باردعي مناسب للمرحلة وماله المصر باردعي وكذا يعني كلام كله غير مقنع سبت الله هاتم خلصت وفعله والله باردعي ليه تصريحات وليه مواقف مصدمة ليه قيم الشعب المصري وكذا ولن يكون حواليه توافق مش هيد الشخصية المناسبة لهذه 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 المرحلة وبدت تعرض بقى إيه الجزرة بعض الحجود زي يعني ممكن يكون لكم دور في الحكومة لكم شخصيات في الحكومة مشاركة في الحكومة ووزراء في الحكومة إحنا لا نبغي ذلك أبدا أنت مش عارفانا أصل لهمين مصلحة الله نحمل الناس على السلطة ولا المراكز ولا المناصب يعني حلقة ناس تقول لي أن التدخل وصل لدرجة أنها بتوع السفيرة الأمريكية في مصر أنا بس بععد صياغة السفيرة الأمريكية في مصر آم باترسون بتوع حزب النور أو رئيس حزب النور بمناصب وزارية مقابل الموافقة على ترشيح وتشكيل الدكتور محمد البرادي للحكومة بس يعني بيان للناس يعني عشان الناس تبع عارفة ده الكلام معينا شخصيا في التليفون كان محلو ربع ساعة عن ساعة أنا كنت في العيادة فتني التقنعني بالمستر برادع والله إحنا بنسبالنا رفضين هذا المبدأ والأسباب كذا كذا حيثيات كذا كذا وإحنا إحنا اللي مناس على المناصب اللي بتعرفناش ولا مناس على المكاسب شخصية ولا عايزين مزرات اللي إهمنا مصلحة الوطن والشخصية اللي تحاقق التوافق مصلحة البلد في المرحلة اللي هي المرحلة القادمة وكان رأيي قاطع لها ومعروف الناس دي امتدخلاتها يعني في المنطقة كان شكلها إيه سؤال الأخير دكتور يوس هل تجربة حكم الإخوان المسلمين لمصر أفشلت تجربة الإسلام السياسي بشكل عام بغير رجع أو على أقل لخمسين مئة سنة قدام لا شك إنهم أضروا بالمشروع الإسلام ضررا بالغا وأساوا الإسلام وظلموا لطيار الإسلام كله كله للأسف ونتائج الأخطاء بتاعتهم الكارثية طالت الكل ومن ضمنهم إحنا ما زال إلى الآن بعض الناس مش حارفة تفرق أو إنهم أضرون حقيقة بهذه التصرفات غير المسؤولة وغير المدروسة وحب الاستعواز والإقصاء بل الأكتر من ذلك قدموا صورة سيئة جدا للإسلام نسكت منتظرا من حكم الإسلام ده شيء راقي شيء يجمع يألف نس تشوف شيء جديد حل للمشاكل نس لم تجد أي شيء من هذا لا حل المشاكل ولا أخلاقيات ولا سلوكيات ولا تعاملات فأضروا بالحقيقة بالدعوة الإسلامية عموما ونقول رجعونا مئة سنة وراء فللأسف شديد هذا ما حدث ولكن ماذا نفعل إحنا فعلنا ما نقدر عليه وجودنا في المجال السياسي من ضمن أهداف وتحسين الصورة التي أفسدتها الإخوان حقيقة تحسين الصورة التي أفسدتها الإخوان إحنا علاقاتنا جيدة مع الجميع بنشارك بإيجابية بحرصين نكون جزء من الحال وليس ما جزء من المشاكل ونتواصل مع الكل ما فيش عداء مع أحد متواصلين مع كل الجهات بنسعى لنكونوا مشاركين بإيجابية ما عندناش أسلوب التشهير أو إن إحنا نعمل شو إعلامي أو النقد العلني لا إحنا نقدم النصح المباشر في الحوارات سواء بتقديم بنبعث رسائل بالتواصل والمباشر مع المسؤولين وإحنا مخلصين في ذلك لأنه يهمنا المصلحة مش عملية أن أنا أثبت أن بطلات شخصية وأن حزب النور بيعمل ويخلي دي أبعد ما يكون عندنا وفعلا بيتم في كثير من المشاكل التواصل وبتحل وكذلك وجود إخواننا في مهنس النواب في تواصل مع النواب مع المسؤولين في كثير من الأمور بتحل ولم يعلن عنه نتيجة التواصل الطيب مع الناس والثقة المتبادلة وحسن الخلق والتعامل والتواصل ده أمر مهم جدا نعم بشكر حضراتك شكرا جزيلا دكتور يونس يعني شرفنا بوجود حضراتك معنا النهار أحفظك الله يرحيم أحفظكم الله خير بشكر حضراتكم على حسن المتابعة تحياتي أحمد العصار تحياتي أحمد العصار